السلام عليكم اصدقائي. الاعزاء الاوفية. متابعيي قناة خلدوتيب. ما حبيكم معنا في فيديو جديد. كنت من يتكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. عيت ما نخدم على القناة ديالي وما بغا تش طلع لي. عيت ما نتقاتل مع السوايع وما بغاوش يطلعه. عيت ما نتقاتل علي اللي يزابوني وما بغاوش يطلعه. الفيديو هات ديالي ما كتجاوس مية مشاهدة في الفيديو. اي فيديو كان نزله على القناة ما عمري كان نحلم نجي بغيه الف مشاهدة في فيديو ما عمري وصلت لها. شن هو المشكل بالذات اللي كي خليني انني ما ما نحققش انا الهدف ديالي في حال جميع القنوات. كندخل منصة اليوتيوب كنلقى قنوات تافية. ما كتدير تشي فائدة. كينا اللي هي كي خربق وضارب الملايين وضارب الالف ديالمشاهدات. هنا كتزيد التفقص او كتزيد تعصب علاش هادو كتير ربح وخدامين. وانا اللي عندي محتوى ايجابي وام جيد. ما كنستفدوه له. اين الخلل? فهذا فيديو ان شاء الله المرحيم غدي نوضحه لكم اشنا هي الامور اللي خصك تركز عليها. غدي نعطيكم الامور انت صاحب القناة او لا انت منشئ المحتوى. شن هي الامور اللي خصك تركز عليها بالذات باش ان القناة ديالك تنجح. تنقولوا تنجح? رغم شي كنقولوا غتنجح في 24 ساعة. راش حال من واحد ردخل المنصة اليوتيوب هاد الفكرة هادا. اه فلان اكد رب سبعة الاف دلم من مليون. اه فلان يلا افتح القناة البارح والله لا اطلع. اه هادا كتير عاشي خراب اقرأ. ولكن ركينا نقط خصنا نعرفوه قبل ما نبدو نخدمه على القناة خصنا نكونوا عارفينه باش القناة جالي تستمر. باش القناة جالي تنجح. باش القناة جالي تطور. في هذا الفيديو كيف يمكنك لكم ان نوضح لكم هذه النقط. ولكن قبل ان نوضح هذه النقط. ديرونا لايك للفيديو. الايك ما كتبغيوش تديروها كتعكزو عليها. وكذلك تعليق محفز اي مشكل عندكم يمكن لكم تواصل معنا للانستغرام. انستغرام دائما غدي تلقاوه في صندوق بجميع الفيديوهات وكذلك في قسم لمحة. مهم شنه هي الامور اللي خصني نركز عليها انا كصاحب قناة. شنه هي بالذات? واش نركز على المحتوى? واش نركز على العناوين? واش نركز على اللي طاكزوش. غدي نعطيكم التفاصيل عن تجربتي الشخصية. منين يالله تفتح في المنصة? او لا يالله تبدأ قناة? راه ضروري. وشبه مستحيل انك يالله تبدأ القناة تلقا مشاهدات عالية في الفيديو. علاش? لان انت عدد دخل المنصة اليوتيوب ما كيعرفكش. الناس ما كيعرفوش. حتى واحد ما كيعرفك. باش ان القناة ديالك تولي عندها قاعدة جماهيرية خص هالوقت. وخص تلعب على المحتوى. اول حاجة اللي خصني نركز عليها شنه هو المحتوى اللي خصني نخدم عليها انا في المنصة. يعني انا مني نشأ قناة. خصني نقلاس مع راسي ونفكر مزيان شنه هو المحتوى اللي غادي نخدم عليه. يعني خصني ما ما نكونش تسادج ما نكونش كامبوكي ما كنقوله احنا بالدريجة ديالنا. غنفتح قناة ونبدأ. راش حال موحد كيصور لك شي حاجة تافية. وعلى هاش المشاهدات ما كيشيونيش. الا خصك تدير دي راسة. خصك تبشي وتبحث وتشوف واش هادي المحتوى مطلوب. وتتفرج القناة التعليميات. ونشوف هذيك المحتوى اللي بغي ندير انا في حاله. نشوف هاد القناة وهاد القناة وما نشوفش قنوات كبيرة. ما نشوفش انا قنوات كبيرة. راه مخدامين ربع سنين وخمس سنين وعشر سنين. نشوف انا قنوات يا الله باديين. واش عندهم مشاهدات ولا ما عندهم مش مشاهدات في هادي اه في هدا الميدان او لا في هدا الدومين. هادا الدومين اللي غادي انت باغي. سير وقلب نافتها بس رال مشكلة انكم تتعقزوا. بغي تديروا قنوات وبغي تربحوا ما كتبغيوش تفرجوا. لا خصنين بحث ونقلب مزيان عاد ندير داك المحتوى. هادي اول حاجة. منين ندير داك المحتوى. ما خصني شي ندير داك المحتوى في حالة داك السيد. انا خصني نحاول نجتهد ندير حسن منه. باش المحتوى جالي يطلع. يعني اول حاجة خصني نركز عليها. اللي تطلع على القناة ديالي هو المحتوى بالاسس. يعني ركزوا على المحتوى اللي غادي الخدموا عليه يكون محتوى مطلوب ومحتوى جيد ومحتوى بدون مشاكل. ركز ديما على محتوى بدون مشاكل. لا مشاكل قانونية ولا مشاكل يعني قانونية ما نكونش كافية السب والشتم اللي غادت اهديني او لن اهد شي واحد وكذلك مشاكل مع المنصة ليوتيوب. يعني نحط الفيديو ما يتبعني فيتا واحد. يعني نكون عارف عن اشنا يا قوانين وسياسات وانتهاكات اليوتيوب. تانيا خستني نركز على الرفع اليومي. الرفع مش يعنقول الرفع تسمع الرفع اليومي يوميا تحط. يعني طريقة رفع الفيديوهات بانتظام طريقة منتظمة حتى خوارزمية اليوتيوب كتبقى تعرف القناة ديالك وكتبقى حتى هيك تساعدك لان اليوتيوب رغمك يساعد حل القنوات الكبيرة. عن تجربة شخصية القناة الجالية مني كانت صغيرة. مشي القناة الجالية منيش يعني نقوله كبيرات ولكن دبع حاليا نقول لو عندي بزيف جال فيديوهات اليوتيوب يساعد فيديوهاتي في الاقتراع. دبع حاليا نسبة البحث روصلت في قناتي لستة وخمسين في المية. يعني اغلبية المشاهدة اللي كتجيني ما كتجينيش من عد المشاركين اللي متبعين القناة ديالي كتجيني من مشاركين جدد. ستة وخمسين في المية من البحث راها ماشي سهلة. يعني كي يجيونس جادين. يعني ركز على الرفع بانتظام كلها غادي ندير واحد بروغرام ديالي باش انا نقرف على الفيديوهات بانتظام. هالالامور خسني نركز عليها. التركيز على المحتوى والتركيز على الرفع بانتظام. كذلك خسني نركز على الصورة المسغرة. ما نتصرعش ونلوح الفيديو بدون صورة مسغرة. وطريقة اللي نزل بيها الفيديو الصورة المسغرة كي ما تواصلت معي واحد الاختة هاد يومين. كتلوح الفيديو. يعني كتشارج الفيديو في القانات ديالها. او كترفع الفيديو في القانات ديالها. وعلى ميزة غير مدرج. وكتلوحوا كتديروا عالان يشوفوه الناس. عاد كتدخل تدير الصورة المسغرة. لا. ضروري نرفع الفيديو على ميزة غير مدرج. ونقاد له العنوان والصورة المسغرة ولي طاقز وكل شي. ونخليه حتى الوقيتها اللي بغي نطلق فيها الفيديو. هاد هي الطريقة الصحيحة. يعني الصورة المسغرة ضروري نخدمها لأي فيديو. كذلك خسني الامور اللي خسني نركز عليها باش تنجح للقانات. الرقز على العنوان. ما يمكن ليش غير نكتب شي تخربيقة ونبشي ننلوح الفيديو. لا. نقاد الفيديو ديالي. ونقلس نبحث الى حصلت مرة. انا كما قلت لكم دير محتوى. نبشي نشوف محتوى المنافسين. انا قناة تعليمية. غادي نبشي نشوف المحتوى التعليمي اللي في حالي. شنو ديرين في ذاك العنوان. وناخد فكرة من ذاك العنوان. ونشبر ذاك العنوان. ونبشي نبحث عليه في اداتي وبعضي او لا ادات فيديك. وادات فيديك غدا تعطيني امثلة جديدة. وبالتالي غادي يكون عندي فيديو جديد بعنوان جديد. او اللي كما شرحت لكم. بالدكاء الاصطناعي. راح شرحت لكم الموقع ديال جي بيطين اللي مكن لك تكتب له انت العنوان. وتقول له اعطيني امثلة ويعطيك امثلة للعنوان. وكاين بزاف ديال الطرق. وكذلك الموقع اللي شرحت لكم على الوصف. كذلك تيعطيكم امثلة للعناوين. يعني مش غير الحق نكتب عنوان وصعف. يعني العنوان مهم. كذلك اخطني الركز على الوصف. مشي الوصف نكتب فيه كلمة ولا جوج. نكتب فيه نص قابل للقراءة. وضمنه او لا نحشوه او لا ندخله فيه كما كنقوله بالدريجة. نديرو فيه اه كلمات مفتاحية ضمن النص. يعني ضروري هاد الامور هذي. بالنسبة مثلا القنوة التعليمية كتدير لك وصف. كتكتب فيه المقادير وعندها هاد اول وصف. الا الوصف خاصو يكون فيه كلمات مفتاحية. يكونوا فيه الهاشتاق. يكونوا فيه بعض الامور اللي كتساعد القناة. كو كان الوصف م عندوش دور قاع ما يعطي هناليوتيوب نديروها. كذلك ليطاقز حتى ليطاقز. كو ما كانش عندها دور قاع the YouTube ما يعطي ناش نديروها. يعني خاصني تكون عندي هاد الامور الوصف. والعنوان. وليطاقز اولا الكلمات المفتاحية. والصورة المسغره هاد الامور خصني نركز عليها والركز على المحتوى والإبداع في المحتوى. والرفع المتسلسل. واليومي. وفى الاخير خاصني نصبر على الفيديو. ما نتصرعش ما نقنطش ما نقولش انا هاد شي كامل وضرب تمارة ودرت ودرت. ارا في البداية ضروري غدي غدي تلقى مشكل. خصوصا بان الفين وربعه وعشرين. ارا اليوتيوب فيه ملايين القنوات. راح ما كعينش ريب وحدك انتا. ارا كعين قنوات مع قدرش نقول لك شحال ديال القنوات كاينين. لهذا باش تنافس تتبت الوجود او لا تتبت وجود قناتك معاهد لكم الهائل من القنوات خصك تكون صبار. تحط الفيديو اللول والتاني والتالة والرابع والخامس وانصبر. وديما منحط فيديو نساه. والاخطاء اللي يرتكبتا بهذا الفيديو. بنحاودش مرة اخرى نرتكب. هنحاول نصلح. ومنشوفش مشاهدة الفيديو ما يكونش عندي التقييم. يعني لقانات ديالي الناجح او لا الفشل بسبب المشاهدات. نقول اه مجدتنيش مشاهدات. ولكن اه صافي غدي نحبس مرض من حساب. اذا انا منجحش. الا المشاهدات مش هي سبب نجاح القنات ديالك. را كتلقى قنوات ناجحة ولا ادخلت المحتوى ديالها را في مشاهدات عالية ولكن لا تبغي تستفد كل مرة ما تستفداش منهم. را كين اللي قلتين عليه لا تختار لها دراه الكلمات الطبيحة وما عندلك ما تستفد منهم بتاشي حاجة وعنده ملايين ديال المشاهدات. يعني ما تحمرك ما تحكم على فشل ونجاح قناة بالمشاهدات ولكن خسنا نحكمه على فشل ونجاح القناة بالمحتوى الايجابي الهادف الذي يقدمه صاحب المحتوى وتكون راضي. وديما نتبع القناة اللي التطور دياله والاحصائيات. هاد الشهر القناة ديالي دخلت لي الف مشاهدة. جيد. خسني شوف الشهر اللي ما جي ما خسنيش جيم لي اقل من الف. انا وصلت لالف. خسني ما رجعش. خسني القناة ديالي جيم لي الف وخمسمية. مزيان. ووصلت لالفين. مزيان. وانا غادي. هاد شهر قناة جابت لي مية مشترك زايدين. مزيان. ومن الكي بقوي دخلو لكم مشتركين بوحدهم. عرف راك غادي في طريق صحيح. يعني وكان زيد. هاد شهر دخل لالفين. الشهر اللي ما جيين خسني دخلت لتالف. يعني افحال هكا. انا را القناة كنت يوصل ليها بعد مرة كي يبقوا دخلو ليا رب العالم خمسة الاف مشترك في الشهر. والشهر اللي كي بدأوا نقصولي. راح اكل لهم نفسي. يخسني نزيد نجتهد. باش انه يبقى يدخل لي دقل عدد من المشاركين. باش القناة تبقى في تصاعد ما تلقش. مهم. افتي راح شحفت. والله لا شحفت قسم بالله. باش نقول لكم هاد هي النصائح. انا كان اهدار بحرقة على متل القناة التعليمية. لهذا المنصة دي اليوتيوب يمكنهم يربحوا بنا بكل سهولة. ولكن هما كيخليوا سهل. وكيبشيوا الامور اخرى تبادل اشتراكات والامور الاخرى. ولكن را كل شي بنيد لكم. يمكنكم تخدموا القناة ديكم بكل سهولة. شكرا لمن تابعنا على نهاية الفيديو. وشكرا لمن وضع عليك الفيديو. والسلام عليكم واللتقي في فيديو قادم. ان شاء الله.